باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعر باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعر والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كريم تلقى واللي بيقرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على خناتكم دي ام سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وأن يكشف الله عننا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغباء اللهم اكشف عن بلادنا الغباء وحفظ أولادنا وحفظ ورحم اللهم آب أنا أمهتنا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أخوات الإيمان والإسلام أريد أن أقص عليكم حديثا قرأت ذلك الحديث وفيه من العبر ما فيه وفيه من العذات ما فيه وفيه من الكرامات ما فيه لكن قبل ما أبدأ الحديث عاوز أقول لكم أنا كنت أول مبارح بفضل الله عز وجل في مسجد سيدنا الحسين عليه سلام الله وعليه رضوان الله وعاوز أقول لكم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله المشهد لازم تشوفوه اوعى رمضان يفوت عليك وانت ما روحتش تصلي هناك ولو قيام واحد ولو ليلى واحد روح حضرتك اللي لادي أو بكر أو بعده شوف حضرتك اللي بيحصل اللي انت لازم تشوفه بعنيك وتوريه لولادك وتوريه لولادك علشان حضرتك بس ايه المحرومين اللي هما معدومي معدومي الوطن حلوة معدومي الوطن دول اللي هما لقطاء الأوطان دول اللي هما بيحربوا بلدك اللي هربانين من بلدك وبيتنشأوا على الطراب اللي انت بتمشي عليه في بلدك ده اللي البعض مش عارف امته تعرف ايه النعمة لربنا ادهانا في بلدنا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الله يطول عمره ويكرمه ويثبته رضي الله عنه ارضاه الرجل المحترم حضرتك لازم تروح تشوف مسجد سيدنا الحسين حاجة غير طبعية نظام نظافة الشعائر الدينية بتؤدى على اكمل وجه ممكن تتخيله في حياتك بص كل اللي انت عاوز تقوله اقوله من نظام ومن انضباط ومن نظافة ومن رقي كل شيء ممكن تتخيله بجد يعني اللهم لك الحمد والمنا والفضل يعني لما ولي الامر يبقى مهتم بالشعائر يبقى ده ينفذ امر ربنا امر ربنا اللي هو ايه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاة انت عاوز حاجة تاني ده اهم حاجة الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاة او اتوا الزكاة او امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر يعني خلاص انت عاوز ايه ان غير ما فيش اعظم من ان واحد يعني يمكن لك شعائر الدين عاصل التمكين شعائر الدين ده جماعة ده متعة تانية ده نعمة عاصل ده نعمة تانية نعمة انك انت تكون مستمتع بالعبادة ومستمتع بالطاعة ومستمتع بطاعتك لله سبحانه وتعالى فشوف اللهم لك الحمد والمنا والفضل يعني ربنا بيقول في كتابي العزيز وهو اصدق القائلين وعد الله الذين امنوا منكم ايه الهدايا بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى حيديها للمؤمنين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات واحد لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم اتنين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تلاتة ولا يبدل انهم من بعد خوفهم امنا التلاتة حصلوا التلاتة حصلوا اللهم لك الحمد والمن والفضل نقولهم تاني وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات واحد لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الحمد لله رب العالمين المولى سبحانه وتعالى كتب لنا التمكين في بلادنا ويعني حيزت لنا بلادنا بفضل الله عز وجل اللي تحرم منها هو اللي حرم نفسه وما زالت البلد تستوعبه وما زالت مصر تستوعبه خد بالحضرتك لو اي واحد فيهم قرر يرجع لبلده مصر بتستوعبه المهم ما تكونش اديه ملوسة بالدماء ولا تحريد بس المهم نرجع مرجوعنا فالمولى بيقول ايه وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا صالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم اتنين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تلاتة ولا يبدل انهم من بعد خوفهم امنة احنا قلنا التمكين حصل لا يمكنن وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا صالحات وعد الله الذين امنوا منكم وعاونوا الصلاحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين بقى في الدين هو دي قصة اللي انا بحكي لك عنه المكان منتظم رجال الامن في منتشرين وضبطين الاقاع وزارة الداخلية عملة ملحمة الله اكبر وما شاء الله لا قوة الا بالله رجالنا في وزارة الداخلية المحترمين حاجة مشهد مفيش بقى لا جرائم ولا خروج ولا واحد يتهمل في دماغه كل شغال صح الساحة خارج مسجد سيدنا الحسين حاجة ما شاء الله ونفس المظلات اللي موجودة في الحرم بفضل الله عز وجل والمكان له شكل مرتب والاجانب بيروح ويصوروا مدهشين من هذا المشهد اما بقى عن المسجد والمصليين حدث ولا حرج اللقاء الفكري بتاعنا احنا بدأنا نتكلم بعد صلاة الترويح يعني صلينا معهم الترويح وبعد صلاة الترويح فانت المفروض ان الناس سلط الترويح وكان مين بقى كان بيصلي بهم الشيخ التروتي عفتاح التروتي الله يديره الصحة يعني بوس كأنك قاعد في الجنة والله العظيم وكان مين بقى انا كنت في معية مين مع الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ كان هو اللي بيلقى الكلمة قبل مني انا عادة بقول اخر المتحدثين اخر المتحدثين ده ترتيبي انا اخر واحد في اي حاجة فانا بقول اخر واحد بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى فانا عاوز اقول لحضرتك المسجد كان مكتز الناس ما مشيتش فضل الله عز وجل وحاجة عدد يفرح القلب والناس بقى قاعدين برا وقاعدين جوة والنساء ما شاء الله القسم بتاع النساء كان ممتلئ عن اخره كما ذكر لنا والماشاء الله المشهد ماشهد يفرح وهو ده الصحوة دينية احنا شايفين صحوة دينية امبارح كان السيد الرئيس في اجتماع مع السيد وزير الاوقاف الدكتور مختار جمع بيناقش معاه اضاق تفاصيل امور الدعوة اعداد الدعاء تجهيز المساجد انتظام الشعائر تخيل حضرتك اما يبقى رئيس دولة عنده مشاكل لا تعد ولا تحصى او تحديات لا تعد ولا تحصى في المعترك العالمي والسياسي وبيهتم بأضاق الامور الدينية في الاداء الديني في الارتقاء الدعوي في انتخاب النخبة المميزة اللي يشرفون برا من قراء ومن علماء والتدقيق في شكل ومحتوى وفحوى العلم والله يا جماعة هي فعلا واما بنعمة ربك فحدث ربنا يجزي القائمين على امورنا خيرا بارك الله فيهم واعظم ما فيهم حاجة حلوة اسمها عدم الالتفات لا تلتفت الى احد ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويكرمكم وحقول لكم بعد الفاصل حديث استوقفني حديث نبوي كريم عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تستمتعوا به بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا الحديث دوت عن سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ولما بقى فنبقى في رمضان كده والجو الجميل دوت ونسمع الحديث عن سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحقيقة بتبقى اجمل حاجة بنقضيها في صيامنا وبعد كتاب الله عز وجل وبيكلم الحديث ده عن ثلاثة حبايب الثلاثة دول حبايب كل انسان فينا والثلاثة دول كل واحد منهم له نظام مختلف عن التاني والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الحديث دوت وتراوى باكتر من اسلوبه باكتر من طريقة و باكتر من مناسبة انما الحديث اكتر من رائع والحديث بيلخص لكم كل حاجة ممكن تتخيلوها والحديث ده عن سيدنا انس ابن مالك ان رضي الله عنه ارضاه وهو صحيح ورد في مجمع الزوائد وفي الترغيب والترهيب والحديث يعني الحمد لله رب العالمين ربنا علمنا وفقهنا في ديننا اسمع يا سيدي بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام والوصف اللي بيقوله النبي دوت على سبيل التمثيل اظن بقى احنا خلصنا موضوع التمثيل وانتصرنا والحمد لله في معركة الشافعي التي اراد اعداء هذا الوطن واعداء الحق ان هم يسيروها وربنا سبحانه وتعالى مكننا باكرامه وعفوه ورحمته ان احنا نكبتهم ونرد كيدهم في نحورهم بفضل الله عز وجل والحمد لله المسلسل اللغة عليه اقبال غير عادي مسلسل الشافعي رضي الله عنه ارضاه وحيوصل الرسالة بتاعته رغم انف الكارهين تعالى بس نتكلم بقى في ايه في الحديث انس ابن مالك رضي الله عنه ارضاه يقول عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن ادم ثلاثة اخلاء كل واحد فيكم عنده تلت حبايب ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول اما خليل فيقول واحد منهم اول حبيب بيقول اتي ما انفقت فلك وما امسكت فعليك ايه ده يا اخوة ده اول حبيب من التلت حبايب اللي النبي اخبرني انهم موجودين في حياة كل واحد فينا يعني خد بالك ولا واحد فيكم الا عنده التلتة دول غاصبين عنه عندك تلت حبايب لازئين لك لازئين ما بيسوفكش طبعين على رئابتك ما فيش فيه ده تلتة اخلاء حبيب منهم اول خليل بقى النبي عليه الصلاة والسلام اما خليل فيقول ما انفقت فهو لك وما امسكت فهو عليك ايه ده يعني ايه كلام ده وما امسكت فليس لك فهذا ماله ما انفقت فهو لك وما امسكت فليس لك مين ده ده ماله يبقى اول حبيب من الحبايب التلاتة فلوسي بص بقى الكلام كل واحد بيحب ماله طيب فالمال بقى اللي هو حبيبك ده وات رقم واحد بقولك على فكرة اللي انت بتنفقه على الفقراء والمساكين وبتدفعه عشان تأكل الناس وبتجيب للناس بطاطين وبتعمل للناس بيوت وتوصلهم مية وتيسر لهم معيشة ولا تبنينهم بيوت ولا اي حاجة بتصرفها عليهم اعيدلك انا موجود معاك في الجنة بينها ده اللي يوم القيامة حتلاقيني جب منك ما انفقته فهو لك وما امسكته اللي انت بقى بخالت به ومرضيت ستنفقه للأسف الشديد فليس لك مش هتلقاه بيخدمك فالحبيب رقم واحد بيقولك انا مقسوم قسمين نصي اقدر اخدمك ونصي التاني مقدرس اخدمك اللي انت صرفته على نفسك مش هادر اخدمك فيه انت حتحسب عليه انا مش هادر ادفع عنك انما اللي انت دفعته على الفقراء والمسكين انا رقبت ليك ادي اول حبيب نقول تاني لابن ادم ثلاثة اخلاء اما خليل فيقول ما انفقت فلك وما امسكت فليس لك طيب فيه منه فهذا ماله واما خليل النبي على السلام سنبول والتاني بقى النوع التاني بقى من الحبايب اسمع بقى يا ترى مين واما خليل فيقول انا معك انا معاك اوعد سفتيك انه ممكن نسيبك مش هفرقك افدا انا معاك فاذا اتيت باب الملك تركتك ورجعت انا معاك لحد ما تروح باب الملك كانه راح نحيط اصري ملك انا معاك فاذا اتيت باب الملك تركتك ورجعت ده مين ده بقى يا رب اللي بيمشي معايا لحد الباب بتاع الملك اهله وحاشمه يعني اهلك واصحابك واخواتك وزميلك واللي محيطين بيك واللي بيحبوك واللي عادين معاك واللي بيطبطبوا عليك دولت ده الحبيب التاني دولت معاك لحد فين لحد باب التربة اللي هو باب الملك انا عجبني اوي 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 اسلوب التمثيل اللي عامله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل شوف المعنى دوت كإني فعلا وانا بقرأ الحديث حاسس ان فيه تلاتة ماشيين معايا بقين اربعة رح واحد منهم ايلي على فكرة انا معاك في اي حاجة للفقرة والمساكين للغلابة واهل الله واكرام الضيف ومعرفش ايه اول ما هتبدأ تمسك او تشوف يعني يعني تعمل حساباتك بقى وتقول لأ او معرفش ايه لذلك انا بقول للناس كلمة مهمة جدا انا بقول له ايه ما تحسبهاش قوي بلاش تكون نمكة قوي ومسك الكالكوليتور عشان تحسب اذا كانك ما تطلعش اكتر خليك في تفضل احسبها اكتر يعني اغلط نفسك وخليك موسوس في الصدقة كده الوسوس وحش طول عمره الا في الصدقة انا عاوزك تبقى موسوس في الصدقة كل ما تطلع فلوس استقل لها قول ده انا عاوز اطلع تاني عاوز اطلع فلوس تاني لا انا مقدتش الزكة لا انا مقدتش واجب الشكر لا اصلا انا كنت اتعرضت الحادث ولازم اشكر ربنا واطلع كمان صدقة لا انا حطلع استدقة ده بنيت الشفاء لا ده بنيت ان الولادت ربنا يحفظهم لا انا حطلع استدقة دي لعلها المونجية يعني خد بالك فانا دايما بنصح ولادي كده بقولهم المشايخ بقولهم ايه انك ان تخطئ انك ان تخطئ في التصدق خير لك من ان تصيب في الامساك يعني انت لو انت غلط وطلعت بزيادة ده ان اجمل غلطة في التاريخ دي احلى غلطة في التاريخ دي اعظم غلطة في التاريخ دي اشيك غلطة في التاريخ اي زيادة حتدفعها ويعني ايه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة يا حلوتك يا جمالك بقى وانت شايفها اعدلك عن ميزان او بتعديك على الصراط او بتجلسك جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام او بتنجيك من النيران او بتعرفك طريق الجنة او بتحقق لك الشفاعة او بتكرمك في ولادك او ربنا بيشيل عنها بلاوك لتجيالك او بيستجيب بيها لدعاك او بيقبل منك رجاك او بيقبل منك عملك او بينجيك من ميتة السوق او ميتة المفاجأة او ربنا بيختملك بالصالحات او بيقبل منك تهرت عملك او حيزود رزقك او حيوسع بيتك او حيهدي اهلك او حيصلح حالك او حيرفع قدرك او حيرحم والديك او حيغفر زنبك او حيصطر عرضك او ايه ده كله ايه والله والله كل ده في الصدقة والله كل ده في الصدقة والله كمان مرة كل اللي بقول لكم عليه ده في اي مال بتدفعه الصدقة دي تشمل الزكاة والصدقة عشان مخك ما يشتتش والله كل ده في الصدقة فشوف الفضل فانت تغلط بانك تطلع زيادة افضل من انك انت تكون صح واتطلع على الحرقرك او على الحدود لانه يا جماعة اي نفقة انت حتنفقها في سبيل الله ربنا بقول فهو يخلفه اوعى تفتكر انك انت حتجب على ربنا اوعى تفتكر ان ربنا بص بص النبي لما يحلف على حاجة يقسم بيقول والذي نفسي بيدي ما نقص مال من صدقة انا حصدقك ولا صدق سيدنا النبي عليه الصلاة والصلاة والصلاة والله ما حينقص والله ما تخافه والله والله لا مخرجة للناس من غلاء الاسعار ولا ارتفاع الاسعار والله ما في مخرج غير اطعام اهل الله غير اطعام الطعام غير الانفاق على الخيرات غير مساعدة المحتاجين والله العظيم انت يا ابني ده 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 دين الله سبحانه وتعالى ده النبي عليه الصلاة والسلام خلك توازن ما بين كل التعاط وما بين النفقة حتى لو انت معكش اطلع اقل القليل اقسم رغيفك ما تخافش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هلك كده بصراحة بقول ولي ان امشي مع اخي لي في حاجة فاقضيها له خير من ان اعتكف في هذا المسجد شهرين وفي رواية في هذا المسجد شهرين هو مسجد المدينة انت متخيل حضرتك لما تعتكف مع النبي يقولك لو اعتكفت شهري كامل في المسجد النبوي ما يسويش مشوار مشوار تمشي فيه مع واحد بتقضي له مصلح بتختم له ورقة بتساعده على استخراج مستند بتتوسط له عند حد عشان ربنا يقضي له حوائجه بتأكل واحد بتاكسي واحد بتقضي دين واحد تنش ادي المدقاش ما تتحولش الى محقق قضائي علشان بتدي واحد زكاة او صدقة يقول لأ اصلا انا لاحظت ان ابنه كان شايل راديو ترانزوستر والراديو ترانزوستر دوت ثمن وعدل ميتين جنيه عم الشيخ يبقى لازم دول اغنية لا اصلا انا لاحظت انه كان لابس اوميس جديد من امي التلات ايام ايه وعا تعمل كده ايه وعا تعمل كده انفق ولا تخشى منذ العرش اقلاله يعيني 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 خزائن الله عامرة خد بالك بقى والله الغني وانتم الفقراء وافتكر نظرية عامل السباكة نظرية ايه عامل السباكة لا يا عامل الشيخ ايه نظرية عامل السباكة دي اه دي نظرية انا انفرطت بيها على فكرة بالمناسبة اسمها ايه اسمها الصدقة لها علاقة بنظرية السباكة تقولي لا 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 ده وصف غريب لا والله ده حيطة وصف الوصف دوت بيقولك لو انت فتحت الحنفيات بتاعت بيتك وملقتش الحنفيات بتنزل مية ماشي يا عامل حاج هتعمل ايه رحت جبت عامل حنفي السباكة السباكة لست حنفي السباكة ومسلوح حنفي مشوها حنفي فرع عامل حنفي السباكة قالك لا بص في عشرة سنتي مسدودين في مصورة مسدودة ها طب سلكها يا عامل حنفي قالك ما بتتسلكش طب يا عامل حنفي قالك ابدا ما تنزلش يتصرف ازاي عامل حنفي نشوف بعد الفاصل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احباءنا احباء الخير في كل مكان يقول الحق تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذه هي الجائزة الكبرى حيث نهر الكوثر حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر لقاء به مع الصحابة ليس موعدي معكم الآن ولكن موعدي معكم عند الحوم وسقاهم ربهم شرابا طهورا وها هو قطار الماء لا يتوقف ومن هذا المنطلق تحركت جماعة البر والتقوى من خلال فرق البحث عشان تشوف المكان الأكثر احتياجا إلى الماء وجينا هنا كفر علواني شنرى بني سويف احنا ببنكلمش عن تكبد الوقت اللي بيضيع علشان نوصل هنا لكن احنا بتسعدنا جدا وجوه الناس وفرحتها الإنسان الحيوان كل اللي حوالين مننا حينما يرى الماء في كل مكان تعم الفرحة ويعم الخير في كل مكان العزبة دي أكثر من خمسين بيت لو أنا قلت خمسين ستين بيت في المكان وفي كل بيت خمس أسر نحسب ونشوف كام واحد بيشرب يوميا من سقى سوف يسقى نسأل الله جميعا أن نرى وجه ربنا يوم القيامة في الجنة للتواصل مع جمعية البر والتقوة المصرية اتصل على 19-038 أو من خلال الحساب البنكي 19-038 كنا قبل الفاصل في قصة عم حنفي مين عم حنفي؟ عم حنفي السباك اللي أنت جبته جبته البيت ليه؟ علشان يصلح لك السباكة منها السباكة؟ بفتح الحنفيات ما فيهاش مية صنبور المياه لا ينزل منه ماء فطبعا جبت عم حنفي السباك فكشف وعمل وفحص قال لك بص الموضوع ده هوبليس كيس ايه يا عم حنفي؟ قال لك فيه مصورة 10 سنتي لازم تتغير ينهر بيض مش ممكن تتسلك؟ لا طب جرب كده يا سيخ قال لك متقفلت تماما لا بتوصل المية الحنفيات ولا هتوصلها لشبكة البيت كل طب رأيك ايه؟ قال لك لازم تتغير لازم تقول له خلاص غيرها ما انت مجبر بقى ما عندكش حل لازم تتغير غير للعشرة المسدودة وما هتوقف الدنيا انت حر غيرها غير يا عم حنفي من 10 سنتي وهو نزل بتقول له ايه؟ بس هات نوع انضف هات لنوع ما يتسدش هات لنوع سهل توصيله للمية مش بتعمل الكلام ده عليك نور تعالى نسخة المسل ده بقى نسخة المسل اللي انا قلته دلوقتي ده على حالتنا لو انا وانت مش عارفين ان احنا مواسير توصيل رزق للغير يعني ما الرزق بيتسد عندنا الرزق بيقف عندنا حيغيرك ربنا حيغيرك ربنا حيروح شايلك كده سبحانه وتعالى جل وعلا بغير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل عشان نفافة الفرصة على المواسوسين ما فربنا سبحانه وتعالى حيروح شايلك ويجيب حد تاني يكون واحد تاني بقى ايه؟ اكرم رجل بحبوح رجل بيطلع اللقمة من بقه رجل بيقسم الاغيب بالنص بلاش تطلع اللقمة من بقه ده عشان الناس بتعرف لك يا اخوة تحرص تطلع اللقمة من بقه يعني مثل يعني اي ان خليك خليك رولاكس يا اخي صليت على النبي وعليه السلامة والسلام فربنا سبحانه وتعالى لو لقاك بتقفل الرزق حيشيلك عشان كده ربنا بيقول في سورة محمد الاية 38 اخر اية في سورة محمد الوصية الختمية لسورة محمد في القرآن ربنا بقولها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء طيب لو ما نسمعناش الكلام قال لك وانت تولوا بص بص التوصيف يستبدل قوما غيركم وهيجيب الانضب بقى ثم لا يكونوا امثالكم يا خاضر بيض ما شفتش في حياتي اية فيها تهديد بهذه الطريقة وانت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فكل واحد فيكو دلوقتي هو عارف ما ايه رأي حضرتك ما يعني تحب يستبدلك بس هو ده السؤال عارف يستبدلك ازاي بحاجة من الاتنين يا بي زوال النعمة من صاحبها يا ايه ما بموت صاحبها وزواله عن النعمة فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث انا سبن مالك حكالنا عن ثلاث اشخاص اخي لا واحد قالك اللي صرفته على الفقراء ده ليك ما انفقت فهو فلك وما امسكت فليس لك فهذا ماله واما خليل يقول انا معك فاذا اتيت باب الملك تركتك ورجعت فذلك اهله وحشمه لحد باب القبر يقول لك الله يرحمه كراجل كراجل طيب ايه دنيا كده تبتالت واما خليل فيقول انا معك حيث دخلت انا مش حسيبك ابدا وحيث خرجت انا معك حيث دخلت وحيث خرجت فهذا عمله فالعمل اللي بتعمله عمره ما حيسيبك وحيوقف جنبك حتى دخل القبر ده في باب القبر اول ما تخش القبر هو اللي حيبدأ الشغل فهذا عمله فيقول فكر بيقوله فكر انا كنت اكتر واحد انت بتستهتر بيا فيقول ان كنت لقاهوه انا الثلاثة علي الرجل يقول اللي عمله يا ده انا كنت مستهتر بك اوي ده انا مكنتش ااخد بالي منك يا حبيبي يا غالي فعندك ثلاث اصحاب واحد علاقته بيك مشروطة ده المال والتاني علاقته بيك محدودة لحد باب القبر ودول الاهل والتالت ما بيسيبكش وهو ايه عملك عملك الهي يجعل عملكم خير ولا يحوككم للغير ويجعل اللي قدامكم خدامكم ويجعل الدنيا ليكم وما يجعلها عليكم دي كان الدعوة الله يرحمه كل سنواتي طيبين صلاة وسلاما على امام المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة